مرحبا من جديد طبعا المباراة البارح تبعوها كواسة في كل مكان في الديار في القاوي في الفضائط العامة كما يعمل عبد المجيد جوبانتيني وأكيد في أماكن عديدة متعددة خاصة وعامة لكن بصفة استثنائية تحولنا إلى سجن نساء في المنوبة وشاهدنا كيف ثابعت النسوة هناك والسجينات مباراة تونس فرنسا صابين البلدي هايثم الفرشيشي ومالك البوزيدي في هذا التقرير بادرة هذية كانت من الهيئة العامة لسجون الإسلاحة بش نعيشه النزيلات والسجينات الموجودين عنا في الجو على المنديال يكون لايف ويكون في فضاء ملمومين فيه ويتفاعلوا مع الماتش ويفرجوا عليه ويخش عليهم في ديارهم ولا البرع في الفضاءات العمومية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 طبعاً الكرة خاصة المونديال الفوز بيصنع المزاج العام للشعور خاصة الدول الفقيرة يعني أفريقيا أمريكا اللاتينية شارع أسيا يعني في المزاج العام بيتغير والمود العام بيتغير بالانتصار فرحة الأطفال بفوز منتخبهم وتأهلوا يعني دي فرحة مش هتجدها باستمرار غير مع الكرة الكرة تصنع المزاج العام فعلاً الانتصار يعني بيجب يقولوا خلي نسبة المواليد زيادة يعني في الشعوب يعني دي الحاجة الوحيدة المتعة الوحيدة اللي مجانية بدفعش فيها فلوس هي كرة القدر أنت تشاهد مباراة في التلفزيون أو عبر الشاشات هذه الفرقة الوحيدة والمطعة الوحيدة اللي ما بدفعش فيها فلوس واضح أكيد نحكيه على الودود الأفعال والفرحة لتدخلها الانتصارات على قلوب طبعاً الجماهير في علاقة مباراة تونس فرنسا نشاهد رد فعل الجمهور التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا الفوز الكبير والهام رغم مرارة عدم التأهل سابرينا البلدي مالك بوزيدي في هذا التقنيس اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 البلاد والمغرب والمغرب والسين ديالي نقول إحنا وكذلك روحي وعيني يا طال موتوا بغيظيكم رأوا أنا سبونطاني أنا ما نحتاج حتى حاجة من واحد أنا إذا جيت ونشكر للقناة اللي كبرت بي إذا جيت عندي رأني سبونطاني ما أكدك ما عندي لا بيع لشر يعني الناس كل واحد الله يشفي الناس وهذا ما كان يعني كسحة ديما ديما رياضة جمع الكرة ناجحة فيما فشلت فيه السياسة واضح الكرة ديما جمع بالتأكيد طبعا خصة في المنديال وأي منتخب عربي حق انتصار يعني الطبيعي أن كل عربي يسعد به ويفرح به طبعا دموعك غالي عبدالحق ويعتك الصحة ومحبتك التونس وتونسة كل يبادلوك التحية كما يبادلوك للأخواننا في الجزائر وفي كل مكان طبعا هذه الرياضة في أبها معانيها وهذه الرياضة التي تقرب الشعوب وتحبب الشعوب أو في بعضها دليل على أنه قوتنا في وحدتنا وقوتنا في رياضتنا ورياضيين لقعدين يوحدوا فينا ويخلونا بعض كل البعض على الجدال والجدل السياسي الموجود بين الفينة والأخرى أعود إلى الأجواء في الدوحة ما الأعلامي المتميز دائما وأبدا من بديع بالجمعة بديع أهل وسهل بكم مرحبا الصوت مش قاعد يوصل بديع الصورة واضحة في انتظار أن يلتحق الصوت مع الصورة وتكتمل الصورة ما نعرفش ما الأخرى قصوا عليك الضوء المرة هذه إن شاء الله ما يقصوش عليك الصوت يلا نسمح بك خمسة خمسة بديع أهل وسهل بكم مرحبا مرحبا بس أخير عادل تحياتي للولاد الكلية حضرين معاك ونخص بالذكر عبد الحق بن شيخة قلو خالي شنا حوالك سلم عني برشا هو يسلم عليك أكيد بديع يعني ورينا لقطات من تفاعل الجماهير التونسية منذ قليل وعبد الحق بن شيخة لم يتمالك نفسه طبعا ودموعه هبطة تأثرا وتفاعلا مع تقارير اللي فيها فرحة متع انتصار وحسرة متع عدم المرور تقييمك المشاركة التونسية بعد أكثر من 24 ساعة من الفوز على بطل العالم والله عبد الحق يمثل برشا برشا عرب تزيرية نعتبرهم توازحنا كيفنا كيف يحسوا علينا ونحسوا عليهم هذا مش جديد لما العرب الكل بالحق تحسروا اليوم كيتشوف الرياكسون يجوا من العالم أجمع من شخصيات سياسية فنية رياضية باختلاف جنسياتها معنا اليوم كيتشوف انت يا كيد رك طلعت على تويتر لتويتر متع محمد بن راشد المكتوب حاتف دبي متع ولي عهد الأردن متع فنانين عرب كبار وصيتهم واسع في المنطقة العربية بالإضافة لملاعبية كبار على رأسهم ديديد روكباش كيف نوى حكايةه على تونس على الوجه الحلو والمزيالي ريالي أنا تخصينا عشت مفارح الماتش كمشجع المتخب الوطني التونسي في وسط الهيراج ما يشخلك بكية ما دمعت في اللحظة بتاع البونتو كيسوا في البونتو اللي تنحب بتاع الغندري درج بعد بعد الفرحانين ما فقناش ليه مش بونتو إلا ما راجع بتلعب فرنسا في الأتاكب بش بقنا لي البونتو بالحق ما مش بونتو لقطة هدف الخزري كيف كيف لقطة دخول المشجع على التونسي بدربوا فلسطين ولو أنه احنا ما نشجعوش على اقتحام الميادين كانت لحظة مميزة وشيء يعني قشعر قشعر لبدان اختارة اختارة تعدينا جوشت يعني كوتين من حدث كان فاما إن كاني أنه نعملو اللي عملته اليابان نجمو نعملو اللي عملته المغرب ولو أنه لإنازة يزلنا نعرف نقيمو روحنا ونحطو روحنا في مكاننا اللي يتماشى مع إمكانياتنا عادل تعرف مريح المغرب فاتتنا سنين 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 معنى العشر سنين من الأخرانين اللي هو اللي بيناتنا وبين المغرب والتقارب اللي بيناتنا وبين الكرة الأوروبية وبحديك عبد الحق من شيخها اللي يدرب منذ سنوات في المغرب يعرف مريح علشان هو نحكي نحكيه على الدولة هي اللي حطت يدها على الرياضة وقاعدت خطت منذ سنوات على كل المستويات كان على مستويات استضافة الأحداث الرياضية والكروية الكبيرة ولا على دعم الأندية المغربية المشاركة في النسبات الخارجية ولا حتى المتخاب المغربي خاطر المغرب رأي عندها ديروسورس كبار لعبية في أوروبا موليد هولندا موليد بلجينك موليد فرنسا مش مليوم فما دو جنراسيون خسرتهم المغرب على خاطر اختيارات فنية وإدارية أخرى معنى الطبيعي بالنسبة ليين اليوم المغرب منش نحكي على إنجازها على عكس اللي قاعدين نشوفوا فيه في الإعلامة العربية ذري المنطقي حتى بتواجد كرواتيا وبلجيكا بلجيكا اللي تحبوا لتكره ماشي بلجيكا متع ربع سنين تالي كرواتيا متع ربع سنين تالي كتشوف الزخم والكامل الكبير متع نجوم في المتخب المغربي هدايا مزراوي حكيمي زييش نصيري وغيرهم بونو كيف اللي إن شاء الله لانيا نستلقموا متع جربة متع بونو نخرج من الويدات باش مشيال إسبانيا وعمل كارير كبيرة ولا من أفضل حراس في العرب علش مش دحمان يريناه مبارخ صيد قدام الفرانسيس ما نستلقموش متجربة هدايا يكون دحمان زيد على خطابونو يخرج لأوروبا ونحاولوا نسأل ونعاونوه هنا دعوة حتى اللي زاجون تواسة واللي زاجون زيدة اللي قراب منهم المسؤولين تواسة يعاونوا دحمان بشيخوش البطولة أوروبية كبيرة على الاشليبش يكونوا عنا حارس كبير برشا في السنوات المحدة إن شاء الله إن شاء الله هدا ما نتمنىوه أكيد بديع نحكيو شوي على آخر أخبار منتخب التونسي أكيد سمعنا لو بشي غادر الدوحة وغادرة منذ سويعات في اتجاه العاصمة تحديدا غادر منذ ساعتين واحدش نطقيقة من من مطار حمد الدولي على مسأة طايرة خاصة خاصة شركة بطوط الجوية التونسية كما هو الاتفاق بينها وبين تحات تونسي لكرة القدم غادرت على متنها بعض من اللاعبين لأنه نعرفوا عادل كما جرىت العادة برشة من لعبية خاصة المحترفين في أوروبا يغادروا مباشرة من مقر البطولة إلى أنديتهم تعرف اللي بشي أرجعوا اللي بشي أرجعوا اللي بشي أرجعوا كيف كيف يحضروا للعودة خطر فهمها لشامبيونات مثل ترجع بعد أقل من أسبوع من نهاية بطولة بكيس العالم آخر بطولة يجب أن يترجع الدوري الألماني بالتالي كلهم يتلتحقوا بأنديتهم على مثلها بعض اللاعبين اللي يترجعوا الفني والإداري ممكن تواب بعد خروج ألمانيا بديها ممكن بعد خروج ألمانيا أول بطولة بشي ترجعوا البوندس ليجا تقريبا اللي هي كنت تقرر ما نتطورش خطر خطر من دات سون فيكس عادل وأطرش بالعكس أنا نتطورهم يزيدوا وخروا أكثر خطر ألمانيا ضربتين كيف يشقلوها في الظهار توجع في الرأس توجع بين زفرين ماشي أول مرة تخرج برميتور الموسط ثابت يقولك باشا اللاعبين يعني يلعبوا في البوندس ليجا موجودين في بطولة العالم طبعا أي مزيل فهمها صحيح مزيل ولدات سون فيكس معناها ما نتطورش أنه بشي غيره في هذا ألمانيا معناها إذا كان أحنا أربع نقاط ومتغشتين وواحد ما الألمان في عمله معناها ثاني بطولة عالم على التوالي تخرج من برميتور ألمانيا أكثر فريق واسف المنتخب يوصل في تاريخ البطولة هذية عنده أربعة تترويت ستركين على المسكو وكاس العالم ألمانيا بالحق بالحق ألمانيا يظهر لي كنعم بناء صغير سمحني هنا معناها هزيتك من حاجة لحاجة ألمانيا بلجيكيا دنمار ثلاثة منتخابات كانوا مرشحين هو اللي لعب أدوار الأولى في بطولة في كاس العالم ثلاثة خارجوا من الدول الأول يظهر لي الإكستراس بورتيف هو اللي خليهم خارجوا من البطولة هذه ألمانيا اللي حاربت استضافة قطر لكاس العالم وشفنا البوليميك الكبيرة اللي صارت من جانب المنتخب الألماني وأعضاء المانشاة وحتى تسريحات فليك قبل البطول في كاس العالم أخطي لي سألوه إذا ألمانيا تهيز كاس العالم قالوا ما نحتفلوا في الدوحة معنا حتى كنازينا كاس العالم نحتفلوا راجعوا للدار على بكل الدنمار كيف نذكر حكاية المليون لكحل وغيره وبالجيفة كيف شفنا الحملة وقتها اللي صارت من الميديا وتفعلوا مع حتى الملعبين بتاع المتخب البلجيف كذي دخلوا في قصة العمل في الدوحة وغيره والملاعب اللي تنبينيها الإكستراس بورتيف كان ألقب بشكل كبير كما شفنا على ريزيوتار بتاع نرجع بيك عادل على المتخب الوطني التونسي الأخبار الأكيد واللي متأكد منه أمين فورصان أمين فورصان خاطر ريته بعينيها أنه رئيس الجامعة التونسية موجود على طائرة خطوط التونسية وفي طريقه لتونس عكس ما يروج له قريطه بكري شوية على تفاعلا مع تومنيكي كانت لازلته هلال الشتاب اللي قال فيه أنه رئيس الاتحاد التونسي مش موجود مع بعضة المتخب الوطني التونسي ما ثلاثة أصباح يهبط في المتار مع بقية الأعضاء وفد المتخب الوطني التونسي طيب بالنسبة للخبر اعتزال بعض اللاعبين نحكيه على الخزري نحكيه على علي معلول نحكيه على يوسف المساكني على فرجاني ساسي هل تأكدت هذه الأخبار أم مجرد إشعاعات ولو أنه الخزري صرح وأكد اعتزال دوليا صحيح خزري صرح على أكثر من المؤسسة على مياه خاصة على بين فرنسا كان صرح وقال هذي لكن نزيد إضافة خزري مبارح في الاجتماع اللي تم وقت اللي راجع اللوتين وتكلم فيه رئيس الاتحاد تونسي وشكر فيه الملعبية على الرنبان لقدموه ضد المنتخب الفرنسي كان أخذاء أول كلمة وشكر زملاء وفما إحساس حتى من حاضرين وقت الاجتماع أنه خزري كان ممسوس برشا مسنين لإخرانين مع متخبنا الوطنية تونسي لأنه يعتبر نفسه من أنه أكثر من اللاعب تم انتقاده بالرغم أنه مردوده وأرقامه مع المتخب الوطني تونسي ما تخليش منه فما داعي أنه يكون أكثر من اللاعب كريتيكي يعني بين ضفعين حتى الإعلانيين نحنا كإعلانيين كنا ديما أسوأ نقض متاجة لحو وهبي الخزري فما يكون ربما حبا في اللاعب وفما يكون اللي معناه التعلم اللاعب على أرضية الميدان ما ترقلوش بالتالي ما كانش الملاعب المحبوب لدى الإعلام وحتى الجمهير لكن تول نحكيه على أرقام يعني كان نحكيه على أرقام فالكور وهبي الخزري كان هداف المتخب الوطني تونسي في أكثر من النسخة يعني بديع خليلني قلت كل مهامة وعطيت بعض المعطيات وفي تحليل في علاقة بتصريح الخزري ورغبته وقراره الانسحاب والاعتزال دوليا وكأني به تمس معنويا من الحملة التي تعرضها والحملات التي تعرضها الانتقادات التي تعرضها بخلاف بعض اللاعبين يبدو محميين وما هم الشيقاء في نفس ربما النقط حتى كانوا في أسوأ حالاتهم يعني الاعتزال سباب رد فعل غضب أكثر منه نهاية مشوار كوراوي دولي حسب تفسيرك وقراءتك هذا هو خاطر هو أعلن على نيتو ورغبته وقال حتى لإصحابه أنه هذا ما تشليه معه لكن هذا ما يمنعش أنه ربما الإدارة المنتخب وكان إطار فني أو إطار إداري يطلب منه أن يواصل الرحلة مع المنتخب الوطني تونسي نعرف الكوب داخليك يسكون بعد عام تقريبا من توا وعمر ربابي الخزري وإحدى ثلاثين سنوات نحن نحكي في فوتبول مودير اللعبية فيه توصل لاج 34, 35, 36 ما زال تعطي وما زال تلعب مع المنتخبات ومع الألجان العالمية في المستوى العالي ممكن يسر أنه يتراجع على القرار هذي لكن القرار الذي أعلن عنه سواء كان عبر الإعلام ولا من خلال المساج الذي عديه لأصحابه يعني يشكر فيه أصحابه برشا وقال رغم اللي فيه أوقات معنية صعيبة في كاريير ووقت اللي ما لقاش كوني معاقل أصحابه نقاهم معنية في المتخب الوطني تونسي كانوا من تقفين حوله حتى عدم رضاه نعرفه منه احنا وتابعنا أنه بقاءوا على بنك في الفترة الأخيرة خاصة في مدية البرازيل المباراة الأولى ضد الدنمار كان أثر عليه حتى معنويا في زا في المجموعة لكن رغم ذلك وهبي نذكر مرة أخرى خاطر هدايا إذا لم تعدد شبار شف اللي عليها مباراة نسمع حتى في قنوات عربية سالم الدوس ثاني هداف عربي يوصل ثلاث هداف في المونديال وثاني هداف عربي بعد سالم الجيبر حققها ساعتين قبل وهبي الخزري يسجل ثلاث هداف زوز في الفاس فنال متاع روسيا وهدف مباراة كان هو الأسمن يظهري في كاريير ولأنه ضد بلد المنشأ متاعه رامو سهل أحنا فتر نحكي وتواسف تولدنا وعشنا وتربينا في تونس لكن تحبوا لا تكره هو ملاعبي مباراة كان فما مجموعة من الأساس المختلطة لتصور ليه هو الاسخيري العيدوني وغيرهم الملاعبية اللي عندهم لدوب الناس يستهل نتطور فرحتهم كبيرة برشة بتشريف المتخب الوطني توسيب الأداء البطولي الأداء ما نتطورش وأنه كانت سائلة برشة على الأعياد الخزري لأنه في اعتقادي توقيت هر تستاني على رأي أنا في اعتقادي من زي نجم يعطي لكي ناشيونال هترتوى نشوفه حتى المجموعة المتوفرة ولا الأسماء اللي تجم تطلع في سنات القادمة الخزري ينجم يكون وكوب يموند على الأبواب والإعلي فما حتى أخبار على أنه نظام البطولة متاع 2026 ما زل بيش تتراجع من جانب الفيفا فما أخبار رأيش كان سمعتوا أنه احنا نعرف 48 منتخب بيش يتقسم على 16 المجموعة هذا اللي قالته للفيفا في واتمرها نبخراني بثلاثة منتخبات كل مجموعة لما يبدو بيش تمشي وتغير 18 المجموعة بربع منتخبات في كاس العالم الويت المتحدة مكسيك وكندا طيب بالنسبة لبقية اللاعبين ما نعرف كان عندك فكرة بديئة هل تأكد انسحاب وموعد تزالم لو أنه تنتظرنا موعدهم على مستوى المسابقات الأفريقية ثم بعد تصفيات كاس العالم ثم احتمال كبير بطولة عربية في السنة القادمة في الدوحة يعني حطنا في الصورة في علاقة ببقية اللاعبين يعني خاصة نسأله لأنه اليوم مبدئيا في الدولة تونسيا فماش لعبين قاضيين أنه بشعوضوا لعبين حتى وإن يعني نقص مستوىهم في بعض المباريات أو بعض المسابقات هو كما قلتك استابت ولا أكيد خزري من خلال تصريحاته سيو كان العلنية للميديا ولا لللاعبية بالنسبة لقية الأسماني تم طرح مبينا لمسايني جيني وعليه معلول رسميا لا 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 مع الجامعة وسائل كورو الخدم ولا مع إطارهم الفني ولا حتى مع المجموعة كمجموعة لحظة الاجتماع لكن فما كلام يدور بين اللعبية في أحاديق جانبية أدوها ترواء فما من اللعبية تأثر وتشتيف وتمس من الكريتيك الإخرانين ويقول لكي يخير وأنه يخرج وفتاة ترتوى في الظرف هذا بعد توب ديموند بين ظفرين ما نفت تقوله سيئة وممتازة بالرغم الفوض التاريخي ضد فرنزا لكن كانت عالم محترم بالنسبة لأننا قتلت تقييم من عرش من بعض الفنيين لعبنا ستة شوات في توب ديموند في اعتقادي فما شوط بركة راتيلي كان شوط ليني ضد أسترالي عملنا خمسة شوات محترمة فيهم الجيد وفيهم أقل من ناحية الكيمة الثابت والأكيد أن الأسماء المطروحة رسميا لا يوجد شيء لكن لا يوجد دخال من غير نار وفي حديث جانبية الملعبية في بعضهم عن نية الخروز بين ضفرين المدير الكبير من متفعة كبيرة كما كيس العالم لكن ما نتطور هو أن الكمل الملعبية خمسة ستة ملعبية لن يكون موافقة عليه الاتحاد التونسي القدما ويسمح خروجه من كل دفعة واحدة مفاماش دخال مغين نار بديع وانت على عين المكان ماذا بينا تعطينا بصراحة حقيقة ما روج أو ما راجع حول خلافات صارت أو عركة بين ززم لعبية بين شوطيم وبرد تونس وأستراليا هل تؤكد هذا الخبر أو تنفيه لا عركة عركة تشابك عركة خلاف يقولوا بين الفرجالي والخزري نعطيك ززل أسماء هل تؤكد تنفيه هذا الخبر لا لا مستحيح ولي حاضر في الملعب ومبارح وقالت المركة الخزري يشوف الفرجالي كيف يقام من البنك يفهم لي مفاميس عركة وتبركال اللي معاك في الفلاتو حاضرين كل فنيين وملاعبية وعاشوا في الفستيرات ويعرفوا أنه أي ماتش متعكورة أنت توف الفلاتوب على كيف تخدم معاك في الفريجية تناجم يصير تناجم وفي تصار العمل يصير انتراكسون وتفاعل وحد يناقش لأخر ما يشعرك ما يشعرك مش حيح ليصار لفروف هني قتلك فما تصاور موضوعين موضوعين اللحظة تجيل الهدف وحتى بعد هذه المباراة اللي ملاعبين كل ساق بعضهم عنق بعضهم وتوجهوا الجمهور مع بعضهم وتأكيد لكلمك أيضا بديع فمشكون يبعثي يقول لي أنه متجمس سير عركة بين الزوز الملاعبية ذوما لأنه فرجاني كان في حركات التسخينية بين الشوطين في المباراة أستراليا والخاز اللي كان في حجرات الملابس طيب ما نجموش نختم معاك قبل ما تحكينا شوية على الأجواء في الدوحة الآن بعد طبعا ترشح المغرب وأجواء كبيرة جدا مغربية مغربية عربية أكيد في العاصمة القطرية والله الأجواء العقيقة الغائرية نحن غائرين برسا كما قلنا تونس غائرين لك فرحانين غائرين لك فرحانين الغيرة في بعض الإيجابي لا يسير فرحانين فرحانين المغرب ومنطوى نقول هلك المغرب في اعتقادي ممكن يسير تعمل باللوجيك بمنطق العشي وفيشي اللي يريناه اللي يريناه من المنتخبات الكل اللي يريناه من المنتخب الإسباني في الدور اللي لني معناها مش بسي مؤهل المنتخب المغربي بشي يعمل باركور إكسيبسيونال ويعمل ربما نتيجة هي الأفضل في تاريخ خارف إثريقيا في النسخة هذه بالنظر للظروف المتوفرة المنتخب المغربي كفريق وللظروف المتوفرة جمهيرية زاد المنتخب هذي لأنه منتوى مؤكد وأن المباريات اللي جاء لكل المنتخب المغربي بشي يكون معناها سعيد بشي حصل تذكرة كما يقولون هنا سعيد بشي تدبر تذكرة لدخول مباراة يكون فيها طرف المنتخب المغربي بشي ورع اليوم بعد الماتش مباشرة من ملعب ثمامة أنا كنت حاضر خارج الملعب في طر العمل المتاعي في تغطية المباراة هذه يعني أجواء احتفالية بدأت من ملعب ثمامة وتواسط وصول للمنطقة تايب شيري بسوق واقف وليت وتعفوهم ممليح لأنه يجمعوا فيهم الجماهير وغيرها من المناطق السيحية المعروفة هنا في دولة قطر الناس الكل مشكلة مغاربة بركة شفنا برشة فلسطينيين أردونيين توانست زيرية يحملوا أعلام بلادهم وإعلام المغرب فرحة تنبل في غيرها من البلدان العربية كما قلت كان بالنسبة لي أنا مش إنجاز إنجاز المغرب يكون بالوصول للدومي فينال تجاوز إسبانيا وربما انتظارا بعد منافسها في دور الربع النهائي لأنه تملك كل المؤهلات للوصول لأبعد نقطة في البطول هذه في الأسخة هذه كما قلت لك اللي كينها تلعب فيها لميزون معناها تواب تلعب كينها في دارها لأن الجمهور المغرب للإرسال ممثلي رسميين ليه لإنه وربما يكون حاضر هو في المباراة المقبلة بالنظر للأداء الكبير والمشرف اللي يقدموا فيه زمناء زياش وحاكيم يعتك الصحة بديع بن جمعة مشكور جدا على كل هذه المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمنتخب وأيضا بالمشاركة العربية في المونديال العالمي مشكور جدا إن شاء الله في موعيد خادمة شكرا جزيلا بديع حبيت تعلق كابتن شريف طبعا عايز أعلق بداية لازم يكون فيه استقبال شعبي للعبين وفوروا صلوهم المطار النهاردة تعبيرا عن الشكر والامتنان للمجهود اللي بزلوه في قلة مباريات وإن ده جزء كبير منه حيبقى دعم للعناصر دي في الفترة القادمة خاصة وإن المتخب التونسي داخل على استحقاقات كبيرة سواء تصفات كاسعالم أو تصفات أمم أفريقيا أو أمم أفريقيا في كودفور مطلع العام القادم كل ده لازم رسالة توصل من الجماهير اللي كانت فرحانة مبارح وسعيدة بالفوز الكبير والفوز التاريخي على فرنسا إن هم بيشكروا اللعيبة على جهدهم في المباراة تحديدا وإن الحظ لم يحالفهم أو النتائج عكسة معهم إن هم متاهلوش للدور التاني ولكن علينا أن ندرس إيجابيات وسلبيات المشاركة التونسية في المونديال بالتأكيد في إيجابيات كتيرة جدا وإيجابيات مهمة جدا على عكس المشاركة في أمم أفريقيا الأخيرة لا في إيجابيات هنا كتيرة كدا المنتخب أو عناصر المنتخب أو المنتخب التونسي أفرز عديد اللاعبين على مستوى عالي زي وجد كشريدة السخيري العيدوني المتصر الطالبي ياسيم مرياح نادر الغنداري محمد علي بن رمضان دي عناصر حيكون لها شأن كبير جدا في المستقبل مع المنتخب التونسي سواء في أمم أفريقيا أو في تآهل كاس العالم عشرين ستة وعشرين طبعا تبعت أنا الحوار مع زمنا في الدوحة وأهو بيقول على اعتزال بعض اللاعبين طبعا واهب الخرزي ممكن يكون فرحة الهدف ما يكونش حزنا على عدم التآهل فرحة الهدف وهدف تاريخي سيذكره التاريخ وهدف ثالث ليه في المنديال فهو ممكن يكون وجهة نظره أن ده ختام جيد لمسارته الدولية مع المنتخب أما علي معلول وفرجاني ومساكني أعتقد لسه أمامهم فرصة مع المنتخب يعني لكن علينا النظر سعيدا السيلبيات أعتقد أن يمكن أن أنا مبرح وإحنا مروحين أنا وكابتن عبدالحق كنا أصارنا الموضوع ده وانا أكلمته فيه وقبل كده سألت فيه كابتن شكر الواعر تبقى حراسة مرمى المنتخب التونسي علامة استفهام كبيرة جدا في خلال عام واحد بطوله عربية بطولة أمم أفريقية بطولة كاس عالم ثلاث أربع حراس تنوبوا على حراسة مرمى المنتخب وأنا أرى أنهم لم يصلوا إلى مرحلة الإقناع لحراسة مرمى المنتخب عريق ولو تاريخ في القرى الأفريقية والعربية الحديث عن أيمن دحمان أنا وجهة نظري حارس جيد ولكنه محتاج وقت كبير قوي ومحتاج شغل كبير قوي رغم من النتيجة طلعت واحد سفر لكن اللحظات اللي ضغط فيها المنتخب الفرنسي يمكن إحنا تابعنا كان فيه مهزوز شوي يعني مش فيه السبات مفعالي في مواجهة الضغط الفرنسي خروجه مش مزبوط يعني محتاج شغل محتاج شغل يعني متخب كبير زي المنتخب التونسي لازم في مركز حساس زي ده يكون عنده سبات مفعال أيمن دحمان حارس صغير أنا فاهم أنا فاهمه عايز محتاج شغل كم عمره يعني محتاج شغل 25 سنة يعني يمثل منتخب العمر هذا مع السنوات القادمة بيكتسب الخبر أنا بنصح أنه محتاج شغل أنا بنصح محتاج شغل يكنو كان حاسم ضد فرنسا وكان حاسم ضد دنمارك كاربي الحراس بروزهم يكون 28-30 لأنه ده مركز محتاج سبات يعني في التشكيل مركز لازم يبقى وحراس المرمع عوضونا أن حاس المرمع له العمر الطويل أيضا غياب رأس الحربة الصريح الهداف دي نقطة برضو يعني ما يبقى ثلاث مواجهات بهدف وحيد وهدف أحرزه صانع العاب أو مهاجم أو رقم 9 تحت المهاجم دي برضو علامة استفهام كتيرة في منتخب تولس غياب بعض العناصر المؤسرة وأنا يمكن بتابع فعرفت أن فيه لعيب غاب عن المنتخب ولعيب مهم جدا وينشط في الدورة السعودي سعد بجير ومن أحسن المحترفين يقال في الدورة السعودي غيابه هل أنتم لقشتم الموضوع ده قبل ما أن أأجي تونس عن غياب سعد بجير لأنه لعب كما سمعت وعلمت أنه لعب مهم جدا ومؤثر جدا في فر titt وفي الدورة السعودي ومن أحسن المحترفين في الدورة السعودية الاختيارات بشكل عام وجود أربع حراس في المنتخب برضو علامة استفهام كبيرة جدا وأعتقد أن المستويات متقربة يعني في حلمات استفهام كتير دي كلها سلبيات يجب أن توضع في الاعتبار لكن هناك إيجابيات يجب أن البنى عليها التفاف الجماهير فرحة الجماهير ده لازم نستغلها كدفعة معنوية للمنتخب في المرحلة الجاية شكرا كابتن شريف نذكر بالمسابقة الخاصة بالأسماس C85 840 C85 840 أكيد الإجابة على الأسلة تقوي حضوظك في الربح والربح المرة هذه 10 ألاف دينار بالتمام والكمال بعد 6 أيام فقط مازالوا 6 أيام وعملية القرعة أيضا للتعرف على صاحب الحظ السعيد أو صاحبة الحظ السعيد مرة أخرى نشكر اللايكو نزل اللايكو واحد أكبر منزل في تونس اللي يحتضن مقر إقامة وتحذيرات المنتخب التونسي لكل خدم والعديد مترق الوطنية والأجنبية ترجمة نانسي قنقر والأجنبية والأجنبية بعد 6 أيام على التأهل ألف مبروك مرة أخرى للمنتخب المغربي وألف شكر طبعاً للخطوط الجوية التونسية المساعدة الرسمية للمنتخب التونسي يكون تقدم المترجم للقناة عبد الحق أنت عيش في المغرب كما عيش في تونس وعندك شعبية كبيرة في المغرب ومحبة كبيرة وأيضاً علاقة كبيرة مع المغربة ومع الكورة المغربية أعتقد الإنجازات هذا ما فيش أكش على كل حال المغرب كي بلادي كيف كيف كي تونس كي تزاير كي المغرب أنا بحال بحال يعني مغرب عربي تعيراً ومكسبلياً المغرب يحترمون الناس يعني اليوم اليوم الفريق اليوم حمرونا وجوهنا فلسطسيون مو سهل لأن المغرب شهر قبل المونديال نحاول انترينارا كتعندهم شجاعة باش يبعدوا المدرب شهر قبل المونديال وشد وليد شد وليد ركراكي شد وكانت شجاعة كبيرة كبيرة لأنه كما كانت نتيج تقدر يعني تغير الأمور شد وليد ووقفوا معه تشوفوا قبل يعني بينوا بين اللعبين هذه اللحمة بينوا بين اللعبين يعني حاجة كبيرة 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 تقلق زياش معاه كمان نعم كابتن تقلق زياش معاه حكيم زياش معاه بعد مكان مستمع زياش كان برادل برادل وحمد الله وزياش وعنده كات آن كات آن يهاجم مينموم يهاجم خمس لعبين ويدافعوا بعشر لعبين يعني لقى لقى الوصفة إن شاء الله يا رب يشوف إن شاء الله المغرب يروح كالله فينا إن شاء الله يروح نبايد المندخب المغربي بالتأكيد هذا ما نتمنى حاجة نشكه في الأخير ستان أحمد اللي وفرنا تبعاً في كفور بلاتو ستان أحمد يتمنى التوفيق دائماً وأبداً للمنتخبات العربية وللكورة التونسية أجمل نكهية الشرق في تونس مطعم السلطان أحمد بالمنار مصنف اليوم بين أحسن المطعم المختصة في الأطباق التونسية والشرقية بين الخالجية والسورية وخاصة التركية من غير ما ننسوا الأطباق العالمية مطعم السلطان أحمد لؤلؤة الشرق ومتعة التذوق فيما كان فخم مع ضيافة ملكية للاستفسار التواصل معنا على صفحة الفيسبوك أو الانستجرام أو الاتصال على الأرقام الظهرة على الشاشة في ديافتنا الحريف هو السلطان هكذا نوصلوا مشاهدينا إلى نقطة نهاية حلقة اليوم يا تصح عبوب على الحضور استمتعت برشا بحضور عبد الحق كلنا استمتعت والله واللي والسلطان الشريف مازال يمتع فينا الكفتن شريف عبد القادر مشهور على حضور حمد الدو يا اتكساح أيضا من نورنا دائما وأبدا ثابت قاري من نورنا يا اتكساح حمور يا اتكساح حمور دالت تونسي انت يطوى مرحبا بيك دائما وأبدا الشكر الجزيل طبعا للمتألق على الدوام صديق تونس ولد تونس ولد الشعب التونسي محبة كبيرة لعبد الحق بن شيخ أكون سعيد جدا بهذه التجربة وبوجودك معنا طبعا الزهور من عبد عبد الكيم بن سالح عربون وفاة ومحبة وتقدير ومن غيرك يا ليل الزهور والورود يا اتكساح بالحق نورتنا وانشاء الله وانشاء الله شوفوك دائما وأبدا بحظينا في ساعات سعيدة انشاء الله شكرا لقناة التسعة شكرا للمسؤولين تعقلنا التسعة أخوتي هنا في ستوديو للتام الله يحبكم الله يجبكم شكرا للمسؤولين يا اتصاح بالحق إن شاء الله ديما يتمناولك التقلق والتوفيق في تجربتك التدريبية في كل محطة أكيد تنزل فيها هكذا مشاهدينا نقولولكم إلى اللقاء نلقاكم غدوا بين الله تعالى في نفس المحطة وعلى نفس القناة وفي نفس التوقيت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة